ذنّا مشاهدين الكرام نعود ونذكركم بهذا البيان الربعي من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تعلن كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك لقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها المتضمناء التعاعد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض في عام 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكملي في عام 2014 مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف حوالي 59 فردا و 12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها اتباعا والإعلان عنها وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشرا على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات وستدعم مؤسب الكافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها وتؤكد تلك الدول المعلنة لهذا البيان شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم وأضرت بالإنسانية ولمزيد من تسليط الضوء على هذا البيان الربعي الذي صدر من مصر والسعودية والإمارات والبحرين معنا هاتفيا الآن الدكتور محمد الهدلا الباحث في شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب من الرياض مرحبا بك دكتور محمد مرحبا بك سيد الكريم نعم هذا البيان الربعي من مصر والسعودية والإمارات والبحرين يعني تعليقا على ما تقوم به قطر من تهديد للأمن القومي العربي في هذه الدول العربية وغيرها من بقى الدول العربية والإسلامية البيان واضح وشاذي وكاذي وهو اجتمرار طبعا للخطوات الجريئة والقوية التي اتخذتها الدول الأربع في مقاطعة النظام القطري الذي أصبح اليوم يمثل العالم مول الإرهاب الغيشي يعني لا يختلف العالم كله اليوم على أن قطر تقف اليوم على الإرهاب الذي يحدث في ليبيا ولا الذي يحدث في اليمن ولا على الذي يحدث لدينا في العوامية ولا على الذي يحدث في شينا مصر الآن بالنسبة للنظام القطري أصبح اليوم هو اللاعب الغيشي مع النظام الإيراني في دعم جميع المنظمات الإرهابية ولا يمكن أن تنجح هذه الدول الأربع التي اضطرت هذا البيان في القضاء على الأرهاب دون ملاحقة من تسبب بهذا الإرهاب من هذه القائمة التي تحتوي على 59 ولا هذه الكيانات التي صنفت بأنها الدعم الريسي والملجأ والبؤرة التي منها ينطلق الفكر المتشدد أو الفكر الإرهابي وتمويله لا يمكن أن تنجح الدول الأربع هذه في القضاء على الإرهاب لا تكفت منابع منابع بيان واضح وشابه وفيه رموز تسبب في إرهاب المصري هنا القرضاوي أكبر محرم في العالم العربي استغل منصبه الديني ومطارد من العدالة المصرية أصبح اليوم هو المشرع والمكي في جميع الأرهابية من القاعدة أو داعش أو جهة النصر بالفعل دكتور محمد كان هناك العديد من الأسماء وللأسف معظم هذه الأسماء يختفون وراء سطار الدين هناك أسماء سواء كان يوسف القردوة وغيره من باقي الإسلاميين كالغرياني أيضا صدق الغرياني في ليبيا وغيره من باقي الأسماء الأخرى المصرية ومن الجنسيات العربية الأخرى كان معنا منذ قليل ضيفنا الكريم دكتور خالد القاسم وكتبه محلل سياسي وأشهد بهذا البيان الربعي ولكنه يطالب أيضا بأن لابد أن يكون هناك أو أن يصدر قرار من مجلس الأمن ويكون القرار أممي أيضا بالإضافة إلى أنه يكون قرارا عربيا بحق قطر هل تتفق معه في هذا الرأي أيضا بعد صدور هذا البيان العربي أم أن هذا البيان الربعي العربي يكفي أتفق مع دكتور خالد لهذا الخطوة والآن العالم كله يتركض هذا البيان خاصة أن الدول هذه الأرض هي من الدول المحورية في المنطقة أتكلم عن مصر وأتكلم عن السعودية أتكلم عن أكثر الدول التي تضررت من الإرهاب أتفق أن العالم ينتظر هذه الخطوة يعني من فترة طويلة وأعتقد أن جميع المنظمات الدولية والجميع محاربين للإرهاب سينضمون إلى هذه الخطوة وسيؤيدونها ويجب أن يتعقب ذلك مطالبا بالتسلم هؤلاء الأشخاص وملحقتهم وأن تكون هذه القائمة تحت التحديد بمعنى ينضم لها أكثر من شخص فالقائمة قد تطول وقد تطول وهناك أشخاص لم يدرج أسمعهم في هذه القائمة وسيكونوا لاحقا أسمعهم متواجدة في هذه القائمة بعد التحديد نعم دكتور محمد كان هناك تصريح لوزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية سيد أنور قرقاش الذي تحدث عن أن قطر تستقوي بالخارج وأنها تطلب الدعم اللوجستي من إيران والدعم العسكري من تركيا كيف تعلق على هذا التحدي الصارخ للدول العربية الشقيقة لها وتحديدا يعني الدول المجاورة السعودية والإمارات والبحرين الارتمع في أحضان تركيا أو الارتمع في أحضان الفرص المجوز لن يحمي النظام القطري النظام القطري أصبح مقشوب للعالم وأصبح المحرم وأصبح قائد الإرهاب وأصبح شريك في الضبيع العربي وأصبح الآن هو الذي يمولع الإرهاب مسألة الارتمام أو اللجوء إلى هذه تركيا أو اللجوء إلى إيران لن يحمي النظام فكل هذه الدول متورقة الآن تركيا قلقة أن لا تكون الخطوة القادمة عليها تركيا نحن نعرف أن اسمها ورث بأكثر من تحليل بأنها قد تكون خلف داعش وهي من سهل إجراءاته وقد تكون لها يد طولة بدعم المنظمات الإرهابية فهي الآن الضمامها بالنسبة للضمامها للدوحة هي تخشى أن تكون الخطوة القادمة عليها أما إيران فاتحد العالم اليوم على أن إيران هي المصدر الرئيسي وأن القطريين هم ذراعة الأيمن في هذه المنظمات فمسألة الانضمام أنها تتقوى على العالم العربي بتركيا أو تتذوى عليهم بإيران فأعتقد أنها خطوة بالاتجاه الخطأ وأعتقد أن قوة قطر تتمثل في عمقها العربي كمصر والسعودية هذا اللي ممكن يحمل النظام القطري لو عاد وأعلن اعتداره وصحح مساره وعاد إلى الحضيرة العربية وعاد إلى محاربة الإرهاب مع الدول العربية دكتور محمد نحن نرى أن هناك ردود أفعال عربية من دول عربية ودول إسلامية هناك ردود أفعال أيضا غربية كان هناك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا الرئيس الفرنسية يعني مؤخرا يعني يحاولون أن يكون هناك دعوات إلى المصالحة والتقارب هل تعتقد أن بعد هذا التصعيد وأن المنطقة العربية الآن والخليجية تحديدا على صفيح ساخن هل من الممكن أن تتدخل الدول الغربية بشكل أو بآخر على خط الأزمة الخليجية أم لا الخطوة التي اتخذتها الدول الأربع ليس بينها و بينها فقط بينها و القطر قطر تدعم الإرهاب في العالم قطر الآن كل العالم متألب على قطر هناك تقارير وهناك تشريبات في لندن بأن قطر تدعم منظمات هناك تقارير في أمريكا وتقارير قدمتها الحكومة الأمريكية لنظرتها السعودية تثبت بأن قطر تدعم منظمات الإرهابية فرنسا تحادث رئيس حكومتها مع خادم الحرامين الشريفين مساء البالحة و لا ترى بأنه يقذ مع السعودية الكل الآن يقذ مع السعودية ومع مصر ومع الخليج كله في مواجهة قطر بالأزلة القطرية لدى السعودية تقارير قطرية وقوية وموثقة وأزلة اشتخباراتية بأن نظام قطر له علاقة بما يشكل في فينا وله علاقة بما في التدريب للجيش الحفظ المصري الذي دمعه أكثر من 12 مليار ما مصرحة النظام القطري في استعداء مصر ما مصرحة أليس تيرعم لماذا يحارب السعودية ولماذا يريد الانتقارات السعودية دكتور محمد عند هذه النقطة في الحديث مع بعض المعارضين القطريين تحدثوا بنفس الحديث الذي تتحدث به الآن من أين لأمير قطر تميم بهذه القوة ومن أين استمد هذا الضوء الأخضر هناك بعض الأراء لبعض المحللين الاجتماعيين والنفسيين يعني يرون أن الأمير تميم يعني يعاني من حالة من عدم الاتزان العصبي أو التهور أو حالة من عدم الاتزان النفسي وذلك وضح جليا بعد انقضاته على السلطة من أبيه يعني كيف تقرأ هذه الوصف الذي صدر من قبل بعض المحللين الاجتماعيين والنفسيين أعتقد أن تميم يعني اعتقادي شخصي أن تميم ليس هو الذي يدير الحكم فيه هناك عزمي بشارة هناك تميم مشكلة تميم في المقافة بينه يعني لو كانت تميم عقلية عقلية كاملة لما فعل كل هذا في دولة مساحتها وجغربيتها تتجوز ما يفعله ماذا يريد ترمين من العالم العربي وماذا يريد من إعداد الطورات وماذا يريد من هذه الاجتماعيين التي لا تطرح نفسها أما كلمة أن العالم كل مو يتحد على السعودية ويتحد على مصر بأنهم يطلبوا مصالحة لا أعتقد أن السعودية أو مصر أو الدول الخليجية بترجع المصالحة هناك شروط وضعت على القائمة ووضعت على قائمة كمين وعلى قاوته ولن تقبل الدول الأرضى بأقل من تنفيذها تحدى غيرها نعم دكتور محمد هذا الدعم الذي سوف تتلقى قطر من إيران بأنها سوف ترسل العديد من الطائرات لحمل العديد من المؤنة الغذائية وغيرها من باقي المساعدات كيف يمكن أن يحدث ذلك في ظل الحضرة الجوية والبحرية والبري على قطر العزلة على قطر ليس بالماء ولا بالمؤونة ولا بالغذاء العزلة على قطر هي العزلة السياسية ولا العزلة الدولية لم يستجد لم يستجد مياه قطر ولا مياه تركيا يعني لم تضحي أضربت مذل في تركيا تركيا التي الآن حاول أردوغان الاتصال بخادم الحرامي من أجل أن يكون وسيط المحايد ولكن تصريحات الأخيرة ويقول أنه بجانب تركيا وهو يرسل خمس تالة جعلت هذا الرجل الانتهازي يستغل الفرصة ويتكلم مع قطر من أجل أن يوقعوا معها الاتباقية التي كانت في عام 2014 بإنشاء القاعدة هو الآن ضغط عليهم من أجل أن يكون هناك خمس تالة طبعا كميم دبع جبانيا مليار من أجل اشتراها دي من البرلمان البريطة التركي على شال مدن الموافقة والآن تركيا أنا أعكد من تركيا الآن استخلال التركي واستخلال إيراني ولكن هذا لن يجفي هذه وكلها فقط عاد صابون قد تكون فترة بسيطة ولكن نتكلم عن طول الأمل عن استراتيجية بعيدة تركيا لن تنفع ولا إيران لن تنفع فكل منهم يعاني مشاكل اقتصادية وكل له مصالح نتكلم عن المصالح التركية في الخليج يعني أقل مع الضرر أن السعودية ألغت اتفاقيات مع تركيا برحلة الخطوة التي اتخذتها الآن هذا أكبر ضرر لضرب الاقتصاد التركي وأردت أن تركيا لن تبعشي بهذه الاقتصاد ولا هذا الاقتصاد من أجل أن ترضي طبعا خطوة تركيا التي اتخذتها بإرسال هذه القوات هي تركيا الآن في موضع تخشى أن تكون الخطوة الطابقة عليها فلذلك تراها سارع يعني هل تعتقد دكتور محمد أنه من الممكن أن تتخلى تركيا عن قطر في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها نعم 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 في تدع تركيا معروفة بتراجع هذه القراراتها نحن نتكلم عن قرار تركيا تجاه سوريا قرار تركيا تجاه أسباب الطائرة الروسية قرار تركيا بأكثر من قضية في المنطقة تركيا تبدأ قوية ثم تتراجع بناء على مصالحها لن تستمر تركيا لن تستمر في دعاء يعني الدولة العربية يعني استخدمت كل وسائل الضغط يعني على دولة قطر هل من وسائل ضغط أخرى دكتور محمد من الممكن أن تمارس على قطر نعم ما هي هذه الوسائل قادمة هي الخطوة قادمة وخطة من دول الخليج بقيت قطر من دول المجلس التعاون هذه الخطوة وهناك خطوة احتمالية أن تكون قيتها من الجامعة العربية نعم إذا لجب الأمر نعم وضحت هذه النقطة تماما نشكر الدكتور محمد الهدلاء الباحث في شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب نشكرك جزيل الشكر